هذه الأفعى هي أخطر أفعى في العالم ولكن هذا المخلوق الصغير أخطر منها وأشد قوة إنه متخصص بقتل أفاعي الكوبرا إنه يقاتل ويقاتل حتى الموت اليوم سنتأمل مخلوقات الله وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل فيها قوة تفوق أقوى البشر حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحبة انظروا إلى هذا التصميم الإبداعي في خلق الله سبحانه وتعالى هذه أفعى سامة جدا العضة الواحدة يمكن أن تقتل خمسة عشر رجلا ولكن هذا المخلوق الصغير وهو النمس هذا المخلوق حقيقة متخصص في قتل أفاعي الكوبرا ولا يهاب هذه الأفعى فيطاردها حتى الموت حتى لو مات يبقى على ذلك انظروا إلى الشجاعة الهائلة لدى هذا المخلوق العجيب الله سبحانه وتعالى على رغم من صغره أعطاه تصميما مذهلا فلديه ردة فعل قوية جدا وسريعة جدا ولديه مناعة ضد سم هذه الأفعى إلا إذا استعملت كمية كبيرة عدة عضاتها فهنا على الرغم من قوة هذه الأفعى ومرونتها والتقنيات التي تتمتع بها وقوة هذا الجلد ومرونته وقوة العضلات وكمية السم الخطيرة التي تحملها إلا أن هذا المخلوق لديه تكنولوجيا متطورة جدا فهو يقاتل حتى الموت ولا ييأس وهو المخلوق الوحيد تقريبا الذي يتحدى هذه الأفعى ويواجهها حتى لو مات سبحان الله انظروا كيف يلاحقها انظروا إلى المرونة الهائلة في جسده كيف يفلت منها وينجو من أن تلتف حوله وينجو من عضاتها القاتلة سبحان الله انظروا كيف يعني هذه المعركة هنا انتهت بمقتل الأفعى وهذا المخلوق سبحان الله وهنا تظهر هذه الأفعى في منطقة هذا النمس المفترس المتوحش الذي لا يخشى أي كائن على وجه الأرض يستطيع مواجهة أعنف الكائنات بما فيها الأسد والنمر والفهد وغيرهم من الحيوانات مفترسا انظروا هنا سوف يواجه هذه الأفعى شديدة السمية وغالبا يقول العلماء يعني الذين راقبوا هذه المعارك لاحظوا أنه ينتصر بنسبة 80% على الأفعى التي يهاجمها لأن هذه الأفعى حقيقة هي وجبة لذيذة له ولأولاده فهو يعمل على قتلها والتخلص منها ثم على تناولها انظروا معي أيها الأحبة كيف يتعبها ويلف حوله وهو لا يتعب أبدا سبحان الله يعني العلماء حتى الآن أنا المقالات التي قرأتها حول هذا المخلوق يستغربون من المرونة الفائقة في تصميم هذا المخلوق مخلوق فريد من نوعه ويتساءلون كيف تطور كيف امتلك هذه الجرأة يعني مثل هذه الأفعى السامة والخطيرة حتى الوحوش المفترسة تهرب منها لتنجو من سمها الشديد ولكن هذا المخلوق وكأنه متخصص في افتراس مثل هذه الأفعى سبحان الله وغالبا ما يقتل الأفعى مهما كانت خطيرة يعني انظروا الآن قتل هذه الأفعى بسهولة وأصبحت وجبة لذيذة بالنسبة له سبحان الله وهنا أيها الأحبة أمام هذا المشهد أمام هذا التصميم الرائع في عالم الطبيعة الإنسان هو أضعف مخلوق على الإطلاق الإنسان هو المخلوق الأضعف لذلك قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا انظروا معي إلى هذه المرونة وهذه الشراسة الأنياب التي زوده الله بها التصميم المرن سرعة رد الفعل كل هذا يجعل من هذا المخلوق الأكثر شجاعة بين الكائنات الحية والأكثر مغامرة والأكثر شراسة حتى الأسود تخشاه حقيقة حتى يتبين لهم أنه الحق العلماء يقولون أن مثل هذه الكائنات هي كائنات ناجحة جدا من حيث التصميم على الرغم من ذلك يقولون هذه الكائنات تم تطويرها بالمصادفة أنا أريد فقط أن أصل معكم إلى نقطة أيها الأحبة أنه لا بد من الاعتراف بوجود منظم حكيم عليم سبحانه وتعالى هو الخالق الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فلا يمكن أن نعتبر هذا التصميم الإبداعي وهذا السم الذي تحمله أنه جاء بالمصادفة ولا يمكن أن نعتبر أن مخلوقا كهذا يمتلك كل هذه القدرة على المناورة ويمتلك سرعة فائقة على رد الفعل لينجو من سمها هي تطعب كثيرا ولا تستطيع أن تلدغه أو تعضهم وبالتالي هذه التقنيات من أين جاء بها طبعا هنا الآية الكريمة أتذكرها معكم عندما ذهب السيدنا موسى إلى فرعون فقال له موسى وهارون فقال له ما فرعون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا هذا الكائن لو لا هذه القوة وهذه الجرأة لا يتمكن من الحياة لأنه لو كان ضعيفا سينقرض ويتلاشى ولكن موجود منذ عشرات الملايين من السنين وهذه الأفاعي موجودة منذ عشرات الملايين من السنين كل يأكل رزقه ويتكاثر وسبحان الله تستمر حركة الحياة على هذا الكوكب كما قال تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أخذ العبرة من مثل هذه المشاهد أيها الأحبة وأن نشعر بضعفنا أمام عظمة الخالق سبحانه وتعالى كل هذا يدعون أيها الأحبة أن نسبح الله سبحانه وتعالى أن نتذكر هذه الآية الكريمة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق